نبدأ معكم الرادار بتطورات الأزمة في أوكرانيا فقد أكدت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولات هجومية أوكرانية واستهداف 300 مسلح إلى جانب السيطرة على أجزاء من منطقة فوديان في دونسك وأشارت الوزارة إلى إحرازها تقدما في محور لوغانسك مضيفة بأنها دمرت 93 وحدة مدفعية تابعة للجيش الأوكراني وأشارت إلى اعتراضها صاروخا من طراز هيمارز في لوغانسك وتدميرها أنظمة دفاع جوي ومستودعات ذخيرة في عدة مناطق من بينها زابوريجيا وخيرسون يأتي هذا فيما أعلنت السلطات الأوكرانية بأن ضربات جوية روسية بطائرات مسيرة أصابت خمسة مبان في العاصمة كييف وأكدت السلطات بأن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من إحباط هذه الهجمات دون أنباء عن وقوع إصابات بدوره قال الرئيس فولوديمر زيلنسكي بأن الدفاعات الجوية الأوكرانية اعترضت 13 مسيرة وتأتي هذه الهجمات في الوقت الذي تواجه فيه أوكرانيا موجات من الضربات الجوية الروسية التي استهدفت بنا تحتية في الأسابيع الماضية للمزيد من التفاصيل حول ما يجري على الأرض أريج محمد تنضم إلينا من موسكو والتفاصيل معك أريج نعم فضيلة بيان وزارة الدفاع الروسية الذي كان قد تطرق إلى آخر مجريات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فيما يتعلق بالوضع على الجبهات لم يتطرق إلى أو لم يعلق بالأحرى على ما تحدث به الجانب الأوكراني فيما يتعلق بالاستهداف بوسط الطائرات المسيرة لهذه المبانية التي أيضا قال أن أغلبها أو ربما جلها كان ذي صفة حكومية أو إدارية طبعا هذه التطورات تأتي بموازاة طبعا استمرار العمليات الحربية الروسية على أكثر من مسار تتركز حاليا في مقاطعة دانيتسك وهنا نتحدث طبعا عن كراسني ليمن يكثر الحديث عن هذا الاتجاه في الأوين الأخيرة من قبل الروس أيضا هناك محور كريمنايا سواتفا القريب من حدود لوغانسك أيضا يكثر الحديث عنه من أن هناك تعزيزات عسكرية أوكرانية نشطة تصل إلى المناطق القريبة وذلك في إطار محاولات ومساعي أوكرانية باتت تتكثف كما يقول العسكريون الروس للسيطرة أو التقدم باتجاه بعض مواقع يسيطر عليها أو تسيطر عليها القوات الروسية طبعا الهجمات التي توصف من قبل بيانات وزارة الدفاع الروسية بأنها هجمات بعضها ارتدادي وبعضها طبعا هجمات مباشرة ضد مواقع القوات الروسية يتم صدها حاليا من قبل القوات الروسية المتواجدة في تلك المناطق وإعادتها إلى المواقع من حيث تنطلق هكذا تتحدث وزارة الدفاع بالإضافة طبعا إلى الوضع المتوتر والمخيم فيما يتعلق بالاحتدام المعارك في باخمت التي يحاول الجيش الروسي أو ما زال يحاول لأشهر متواصلة السيطرة عليها بشكل نهائي وطبعا يتحاشى الحديث عن انسحاب للقوات الأوكرانية وذلك طبعا لأن عدم يبدو هناك مزيدا من التعزيزات أو الفرقة العسكرية الأوكرانية الموجودة في المناطق المتاخمة والقرى والبلدات القريبة ما زالت تمد هذه القوات التي تقاتل القوات الروسية بتعزيزات عسكرية شكرا لك أريج محمد في موسكو